نفذت مجاميع مسلحة موالية لمحافظ شبوة حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وقالت مصادر محلية في المدينة إن تشكيلات من مسلح العمالقة ودفاع شبوة داهموا منازل ستة مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية ضمن حملة مداهمات تنفذها المجاميع التي جلبها محافظ شبوة عوض الوزير إلى مدينة عتق أشارت المصادر إلى أن عمليات الاقتحام تتم بصورة همجية وفي ساعات متأخرة من الليل وكانت المجاميع المسلحة الموالية لمحافظ شبوة داهمت في وقت سابق منازل القيادات العسكرية في عتق ونهبت محتوياتها بعد سيطرتها على المدينة نهاية الأسبوع الماضي اشتركوا في القناة